شبتي عن شهر عظيم شهر عبادي بنفس الوقت هو شهر طبي أنا أسمي شهر صحي نعم هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان فتشهر مبارك عزيز جليل عبادي وبنفس الوقت هو طبي هكواح ابن البروفيسوري الألمان أنا قريت له يقول بديت أعالج مرضاي بالصيام يقول لي أنه أنت من توقف الجسم شوية عن المواد هذه الداخلة للجسم اللي هي بعضها غريبة وبعضها سبب حساسية وبعضها سبب مشاكل مرضية زين رح يرتاح الجسم يقول لي ذلك أنا بديت أعالجهم مرضاي عن طريق الصيام إذن الصيام أحبتي علاج وصحة وعافية بالإضافة إلى كونه شنوه عبادة لا تنسون أنه هو عبادة لكن بنفس الوقت تجيوية الأمور الأخرى اللي اذكرناه زي في شهر رمضان المبارك أغلب الأمراض يمكن السيطرة عليها سقد تقول لي شلون دكتور أنا أقول لك الحساسية تتخلص منها دا الشراح ودا الحساسية تتخلص منها الربو تتخلص منها الكيابات الأخرى تتخلص منها كلها هذه تتخلص من عدها بصيامك المبارك لشهر كامل إذن فوائد جمة كبيرة جدا للصائم العسيس ولكن من أجل الوقت إذا طبيبك الأقصائي اللي أنت تراجع يا حبيبي قال لك ما يصير لك الصيام خلو بعد ما يصير يعني شلون مثلا عندك علاجة تأخذ من عنده صبح وظهر وعصر ومغرب يصير الصوم بعد إلا إذن طبيبك الأقصائي المبجل استطاع أن يقسم لك الجرعة مثلا سكر يداء سكر عنده مرض سكر ومفيد إلى جدا 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 الصيام للضغوط والسكر زين فهنان إذا قدر يقسم الجرعة ما للعلاج لمرض السكر سحور وفطور أو بين الفطوري والسحور خو هنا أنا جاهد جدا ولكن إذا قال لك لا ما يصير بعد يجوز لك الصوم لا وبعضهم يعاند حتى لو أقل للطبيب أنا أصوم أردت حصل ثواب ثقة ترح تحصل عقاب مثوب لأن إحنا دين عملي يا حبيبي إحنا دين يأخذ بالأسباب شيء يقول لك الطبيب الأخصائي الملتزم بشرط اكت على هذا الشرط الطبيب الأخصائي الذي يخاف الله لديه مخافة الله جل وعلا إذا قال لك لا تصوم خلاص انتهى هو أدرى هو أعلم ما فيه دواخلك والأسباب اللي خلتها يقول لك لا تصوم تجي أمرها مثلا تقول لك أنا حامل دكتور صير أصوم إذا قلت لي يا بتي الطبيبة الأخصائية يصير صومي صومي حامل مرضع ما فيه مشكلة صومي بس إذا قالت لي لا ما يصير تعدش فقر دم والجنين ما لتشتعبان وتصومين رح يتعب بعد أكثر يجوز تصومين أبدا أبدا صار عليك فت شيء مو صحيح وفت شيء معروف عن رأي الأخوة بالفقه يصير محرم لو لا معروف سأنا أعتقل يصير محرم ليش لأنه الطبيب الملتزم إذا قرر في الصيام ضرر بعد ما يجوز لك في الصوم مطلقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة